ما تخلوش قصة صلاح اللي بتحصل دي تعمل توطر في معسكر منتخب مصر القادم زي ما قصة صلاح عملت توطر في معسكر منتخب مصر أثناء كسل الأمم الأخيرة خلاص يعني اتكلموا عن المنتخب اعرفوا أن قيمة منتخب مصر كبيرة اتكلموا عن المنتخب وأخبار المنتخب وأهمية أن أول مباراة رسمية لحسن وإبراهيم وجهازهم الفني مع منتخب مصر خلوا دا الحدث خلوا دا الحدث خلوا دايما الحدث منتخب مصر ما فيش حد أهم من منتخب مصر لا لعيب ولا مدرب ولا حد منتخب مصر المجموعة المعسكر خلوا دا الحدث ما تخلوش أي أحداث تانية تخدكم بأيدي عن الحدث الأساسي والرئيسي بأن أساطير مصر حسام حسن وإبراهيم حسن أو المعسكر ليهم المعسكر القادم وأنا نصحتي للكابتن حسام والكابتن إبراهيم وهم طبعا أخواتي الكبار وهم عارفين أنا بعتز بيهم قد إيه ما تخشوش في حديث حول على صلاح صلاح لعيب في منتخب مصر والكلام يبقى واضح إن في قوانين في أجندة الاتحاد الدولي اللعيب لو مصاب لازم إنه هو مبدئيا طبعا ما يشاركش مع فريقه لأنه لو شارك مع فريقه دي قصة تانية خلص هم نتكلم بقى إيه دي قصة ده 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 سمه يعني لو صلاح شارك مع السيتي ومجاش المنتخب يبقى هو من الآخر كده مستبيع يعني إيه بجبالكو بجبال حضاركو كده بالبلد لو ما شاركش لازم إنه هو ييجي ويجيب تقرير طبي معاه زي ما بنشوف بالنسبة لأي حد بيحترم منتخب بلاده والموضوع سهل وبسيط ما فيهوش أي مشكلة ونركز مع المنتخب وخلاص نقل بالصفحة ونتمنى التوفيق لصلاحة إنه هو إن شاء الله يكمل مع ليفر بول بشكل كويس علشان يكون موجود في المعسكرات اللي جاية ما فيهاش كلام تاني دي قصتي ونصيحتي لكابتن حسام وكابتن إبراهيم اتكلموا عن الموضوع بشكل عام الموضوع فيه قوانين لمنتخب مصر وفيه قوانين للاتحاد الدولي هاي اللي بتحكمنا هاي اللي بتحكم اللعيب وبتحكم المنتخب وبتحكم الاتحاد والقصة تبقى 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 واضحة يا جماعة اللعيب طالما يشارك لازم ييجي لو ما شاركش لازم ييجي بالتقرير الطبي بتاعه حتى لو 24 ساعة ويرجع تاني وديكو يعني كنتو بتقول واصلكو ديفوار ما فيهاش إمكانيات وبتاع أظن دبي فيها كل الإمكانيات يعني الإمكانيات الطبية المتاحة لعلاج أي شخص في دبي أفضل من ليفر بول ده دامر كتير يعني يعني الإنجليز لما بيعيوا بيروح يتعالجوا في دبي وفي بوظبي بيروح يتعالجوا في دبي وبي بوظبي فيعني القصة هتجبها من هنا هتجبها من هنا قصة في الآخر لازم تبقى فيه قوانين بتحكمنا جماعة بتحكم الناس كلها زي ما طول عمر فيه قوانين بتحكم الناس أنت لازم تبقى موجود قبل كذا الأمم الأفريقية بأسبوعين لازم تبقى متواجد قبل المباراة مش عارف بكم يوم لازم كذا الموضوع فيه قوانين مفهوش قيلة وقال وأظن إن اتحاد الكورة اتعامل بشكل جيد مع موقف صلاح المراضي اتعلم من الدرس اتحاد الكورة برافو يعني أنا بشيد بموقف اتحاد الكورة في موضوع صلاح إن لازم التعامل يبقى كده يبقى واضح مش تقول لي أصله مصاب عنده شكة مش فيعارف في إيه وتطلع الإصابة أكبر وبعد كده تطلع تكدب والكلام اللي حصل في كاس الأمم اللي ما يصحش أبدا أبدا إنه يحصل من اتحاد كورة كبيرة زي الاتحاد المصري لكن الكويس إن الناس بتتعلم وأنا برضو لما الناس تغلط وننتقد والناس تتعلم وتعمل الصح لازم نشيب بيهم برافو اتحاد الكورة إنه تعامل بشكل كويس في موقف صلاح المراضي وكان واضح وصريح وساب الناس إن هي تشتغل صح لكن واحدة من الحاجات اللي دعمت اتحاد الكورة في إنه هو يكون عنده موقف قوي وواضح في موقف صلاحة زي المرة إيه هي عافين إيه يا ولا لأ عافين إيه يا ولا لأ وجود مدير فني صاحب شخصية قوية إن النهاردة اتحاد الكورة مش هعرف استخبه ورا حد فيش حاجة في مدير فني قوي الكلام واضح مش النهاردة هاعضة طب طب لا كلام واضح إنت مصاب هتجيب كذا إنت في قوانين بتحكم بتحكم الناس وعفكرة لازم المدير الفني يكون ليه دور في القرار إنت ما حدش يقول لي المدير الفني أصلي ملعب بس لا المدير الفني الكبير صاحب الشخصية اللي بيقول لها حبيبي إنت النهاردة لازم تبقى موجود أو لازم تفضل تفضل موجود أو إحنا مسؤولين عن علاجك أو إحنا كذا إنما المدير الفني استخبه ويعمل نفسه مش واخد باله واحدة من الحاجات واحدة من الحاجات اللي وقعت منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة إن فيتوريا في بعض المواقف وخاصة في مواقف صلاح عمل نفسه مش هو المدير الفني بتاع المنتخب